معرض الصحافة مشاهدين ايتيكم من قناة الجزائرية الدولية اهلا بكم البداية بجريدة القدس العربية التي كتبت مقالا تحت عنوان انتشال جتامين سبعين شهيدا من جباليا والاحتلال يجرف مكاتب الانروا في اشارة لها الى مشاهدته مناطق عدة في غزة خاصة وسط القطاع التي تشهد توغلا بريا اسرائيليا كبيرا ومجازر دموية رحى ضحيتها عشرات ضحايا بينهم اطفال فيما جرى انتشال عشرات جثامين من مخيم جباليا بعد انسحاب الاحتلال الذي استهدف منشآت تابعة للانروا وتقرؤون في عنوان اخر بايدن حان وقت انهاء الحرب ونضمن لاسرائيل حاجتها الدفاعية حيث حث الرئيس الامريكي جو بايدن الحكومة الصهيونية وحركة حماس على دعم اتفاق للتهدئة في غزة يرتكز على عرض صهيوني شامل لوقف اطلاق النار معتبرا انه لا يمكن تفويت هذه الفرصة للتوصل الى اتفاق في غزة ننتقل الى صحيفة الاخبار اللبنانية التي عنونت بالبنط العريض على صفحتها الاولى بايدن يخاطب اسرائيل اعلن انتصاركم وكفى حيث عادت الصحيفة الى خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن مساء امس اين وصفته فارقا حول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة حيث كان البيت الابيض قد اعلن عنه قبل ساعات من موعده فقط وفي خطابه كشف بايدن عن ما سماه مقترحا اسرائيليا وهو عبارة عن خارطة طريق لوقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن ويتضمن ثلاثة مراحل وقال بايدن بوضوح انه قد آن الاوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن الى بيوتهم ولهذه الحرب ان تنتهي ولليوم التالي ان يبدأ نمر الى يومية العربية الجديدة التي جاء في عنوانها الرئيسي الاحتلال يتوغل في وسط رفح ويعرقل مفاوضات التهدئة وتقرؤون في عنوينها الفرعية الجيش الاسرائيلي تخطى وسط مدينة رفح واقتحم مناطق مكتظة بالمدنيين والاحتلال يرفض وقف الحرب قبل التوصل الى صفقة لاستعادة الاسرى وبلينكين يصرح استمرار اغلاق معبر رفح مشكلة حقيقية كما تقرؤون في مقال اخر تحت عنوان العودة الى حافة الجوع وتقول العربي الجديد في مقالها يشاهد العالم باسره الجرائم الاسرائيلية بحق فلسطيني قطاع غزة ولا يحرك ساكنا اخرها اعادتهم الى حافة الجوع بانتظار الموت المحتم مع استمرار اغلاق المعابر وادخال شحيح للمساعدات الى جريدة الشرق الاوسط مشاهدين التي عنونت في عددها لنهار اليوم ترامب يتعهد القتال والانقسام الامريكي يتعمق هذا ما تعهد به الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب القتال بعد ادانة تاريخية له عمقت الانقسام الامريكي قبل خمسة اشهر من الانتخابات الرئاسية كما تقرؤون امريكا تجيز استخدام اسلحتها ضد روسيا في اشارة لها الى قرار الرئيس الامريكي جو بايدن سماح اليوكرانيا باستخدام الاسلحة الامريكية ضد اهداف عسكرية في روسيا نمر بكم الى صحيفة الرأي الاردنية التي كتبت مقالا تحت عنوان غزة الاحتلال يمعن بجريمة التهجير القصري حيث قالت وكالة الامم المتحدة للاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تلقينا تقارير مروعة من مخيم جباليا شمالي قطع غزة بشأن مقتل واصابة اطفال كانوا يحتمون بمدرستنا المحاصرة بالدبابات الاسرائيلية خلال الاسابيع الماضية كما حذرت الوكالة من ان اكتظاظ مخيمات النازحين الفلسطينيين في غزة ونقص النظافة يزيدان من انتشار الامراض المعدية في ظل ان اللقاحات والادوية غير كافية وقالت الوكالة الاممية ان فرقها تواصل تقديم الرعاية الصحية للاشخاص الضعفاء بغزة بما في ذلك الاطفال وكبار السن ننتقل بكم مشاهدنا لقراءة في اهم ما جاء على لسان الصحف الغربية ومن جريدة تواشنطن بوست التي عنونت ترامب يسعى الى الاستفادة من الحكم فبعد ادانة تاريخية في كل جرائم الاربع والثلاثين المنسوبة اليه في قضية اموال الصمت تقول الجريدة الرئيس السابق يخطط لاستخدام القضية لزيادة الدعم في الرئاسية الامريكية نفس الموضوع تطرقت اليه صحيفة لوموندا الفرنسية وعنونت ادانة دونالد ترامب جنائيا كما وصفت الجريدة هذه الادانة على انها تحدي جديد للديمقراطية الامريكية الى صحيفة ذي تايمز التي عنونت اسرائيل تعرض على حماس اتفاق سلام من ثلاثة خطوات فإشارة لها الى العرض الذي قدمه الكيان الصهيوني الى حماس ويتكون من ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عبارة عن وقف الاعمال القتالية لمدة ستة اسابيع وانسحاب الجيش الاسرائيلي من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وعودة النازحين الى جميع مناطق القطاع بما في ذلك الشمال فضلا عن تبادل الاسراء وزيادة المساعدات الى ستمائة شاحنة يوميا بهذا مشاهدين نصل لنهاية معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة